اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ فيلمنا ببنت عندها 13 سنة اسمها ايمبو وبتكون سكنها في قبيلة اسمها قبيلة كين دامو بنشوفها وقافة عند الشجرة اللي بتحبها لانها بتحس براحها هناك وبتكون فاكرة انها صيادة شطرة جدا لكننا بنكتشف بعد كده انها اصلا ما بتعرفش تمسك السهم وبتكون عاملة مسيادة علشان تصطاد الطووس ولكنها بتقع هي في الفخ وبنشوفها وهي متعلقة من رجليها في الشجرة بنعرف بعد كده ان فيه لعنة شريرة في القبيلة بتخلي كل الناس تعبنين وكمان كل الخير اللي حواليهم بيختفي منهم حتى السمك اللي في المية كان بيموت بنروح بعد كده لزعيم القبيلة واللي بيقرر انه هو يخلي بنته زومي زعيمة للقبيلة مكانه وده بسبب مرضه ولكنها بترفض لانها لسه صغيرة وبتقول لولدها انها حتى لو وفقت لازم صاحبتها ايمبو تساعدها في حكم القبيلة بترفض والدتها طلبها اللي اقتراحته ده وده لان ايمبو لسه صغيرة وحتى ما بتعرفش تصطاد بنعرف ان ماما كوني ام زومي هي اللي ربت ايمبو وبتحبها جدا وده بعد وفاة مامتها واللي كانت صاحبة مامة كوني وكانت بتحبها جدا بنرجع مرة تانية لامبو اللي بتكون لسه متعلقة في الشجرة زي ما هي وبيجي لها واحد من سكان القبيلة واسمه اتوك وبنعرف من كلامه انه هو مش بيحبها وشايف انها سبب الروح الشريرة اللي بتخرب كل حاجة موجودة في قبلتهم بتترجع ايمبو انه هو يفكها علشان تلحق انها تروح الحفلة بتاعت التنصيب بتاعت صاحبتها زومي زعيمة القبيلة الجديدة ولكنه بيرفض انه هو يساعدها وبيحط لها السكينة في مكان بعيد شوية علشان تفك نفسها بنفسها ويسيبها وبيمشي بيظهر له بعد كده تيمون وبومبة وبيقولولها انه هما يبقوا اروحها اللي هيساعدوها وما بيكونش طبعا مصدقة انه هما كائنات حقيقية اصلا لكن بتتأكد انه هما حقيقين لما بتلاقي انه هما فكواها من الحبل بكل سهولة وبيفضلوا بقيتكلموا معاها وبيقولولها انها ممكن تفك اللعنة اللي موجودة في القبيلة بتاعتها وبنعرف منهم ان الحل اللي هيفك اللعنة الموجودة في القبيلة موجود في شجرة املاقة وان اللي هيساعدهم انه هما يوصلوا للشجرة المقدسة دي هي السلحفة العظيمة وبنشوفها وهي بتجري علشان تلحق حفلة زومي وهناك بتتكلم مع كل الموجودين في الحفلة عن الارواح اللي ظهرت لها وكمان قالت لهم ان الارواح هيقولولها ازاي تفك اللعنة اللي موجودة في القبيلة لما بيطلب منهم اهل القبيلة انهم يشوفوا الارواح بترفض الارواح انها تظهر لهم فبيكون شكلها طبعا وحش قوي قدام الناس وما بيكونش اهل القبيلة مسدقين كلامها وبيفضلوا يتريعوا عليها فطبعا بتتداي وبتجري على الغابة اما هناك فبيظلها تيمون وبومبا مرة تانية وبيقولولها انهم ما قدروش يزهروا نفسهم لانهم كانوا وقتها بيهربوا من يكرونها شيطان الغابة والسبب في اللعنة اللي موجودة في القبيلة من الاساس بتجري بعدها ايمبو على زومي وبتحكدها كل اللي حصل فبتقول لها زومي ان كل دي تبقى تهيوات اصلا وان الاحسن انها ما تروحش تاني للغابة لوحدها بتدخل بقى ام زومي عليهم وبتفضل تتكلم مع ايمبو عن والدتها وبتقول لها انها كانت صيادة شطرة جدا وكمان كانت بتحب تروح للغابة لوحدها علشان كانت بتقدر انها تتكلم مع الارواح وانها اكيد ورثة الموهبة دي من والدتها وعلشان كده الارواح بتزهلها هي وبس بتقول ايمبو انها مش حاسة ان الحيوانات دي تبقى ارواح لان هما بيتكلموا بطريقة كده زي المجانين فبتقول لها ان هما متعمدين يبقوا كده علشان يخلوها تكتشف بنفسها الحاجات اللي هما مش بيقولوها وبتكمل مامة كوني كلامها وبتقول ان ام ايمبو كانت مواصيها ان اول ما الارواح يزهروا لامبو بتحكي لها الحكاية كلها من الاول وبتطلب منها انها تنام وهي هتحكي لها كل حاجة في اليوم اللي بعده وبالفعل تاني يوم بتصحى ايمبو من النوم وبتجري على زومي وبتاخدها علشان يروحوا لامامة كوني علشان طبعا تحكي لهم قصة الارواح من اولها ولكنهم لما بيوصلوا لهناك بيلاقوا انها ماتت وبكده بتكون زومي مش هتصدقها في حكايتها مع الارواح بيظهر بعدها اتوك وبيتهم ارواح ايمبو انها السبب في اللي بيحصل في القبيلة وطبعا بتدقي ايمبو من كلامه وبتدقي اكتر لما بتلاقي ان زومي ما دفعتش عنها قدام اتوك وبتسيبهم وبتمشي بيكمل اتوك كلامه مع زومي وبيحذرها من ايمبو لانها السبب في الكل اللي بيحصل في القبيلة ولكنها مش بتصدقه وبيتقول له إنها لو كانت السبب كان والدها تخلص منها من زمان فبيتضيق أتوك لأنها مش مصدقة وبيقول إنه هو يخلص على اللعنة دي بنفسه بتحكي زومي بعد كده بقى لولدها كل اللي حصل ده وبتاخد رأيه فبيطلب منها إنها تاخد حارسين معاها وتروح وراء إمبو لأنه بيكون الآن إن أتوك يأذيها وبتجري إمبو عند الشجرة بتاعتها وبعد ما بتشتكيلها بتقرر إنها تبدأ رحلتها في البحث عن السلحفة اللي هتقول لها على مكان الشجرة اللي عندها حل اللعنة اللي في القبيلة وبيظهر لها الأرواح المرشدة في الطريق وبيقولوا لها إن هما مش هيساعدوها في كل مرة لأن فيها وقات مش هيضروا أصلاً إن هما يساعدوها أما من بقيت فبيظهر مكان في دخان فبتجري عليه إمبو وهناك بتلاقي إن في عمال بيحفره وكمان بيفجره الصخر ولكن فجأة بيظهر لها شخص غريب وأول ما بيقرب منها بيطلع منه أرواح شريرة بتفضل بقى تطارد إمبو والأرواح المرشدة لحد ما بيوصلوا للنهر وهناك بيرفض الأرواح إن هما يعدوا النهر وبيقولوا لها إن هما بيخافوا من المية بتقول إمبو إن هما أكيد خايفين من السلحفة وده معناه إن هما بقوا قريبين منها وبتمشي في المكان علشان تدور على السلحفة وبيظهر أتوك اللي بيكون ماشي وراها بيهاجمها أتوك وبيربطها بالحبل وبيغمي عنها وبيفضل بقى يحكي لها عن صيادة جميلة وكمان بيقول لها إن هو كان بيحبها ولكنها رفضته واختارت شخص تاني غيره وعلشان كده هو بيكرهها فلما بتسأله عن الشخص اللي والدته اختارته فبيقول لها مش مهم تعرفه وإن الأهم دلوقتي إنه يخلص على اللعنة اللي في القبيلة وهنا بيحصل زلزال في المكان وبيوقعتك وبيفقد الوعي وبنشوف إمبو بتوقع هي كمان في النهر ولكنها بتقدر إنها تساعد نفسها وبتخرج من المية وبتظهر لها سلحفة صغيرة وبتطلب منها إنها تروح وراها وفعلا بتمشي إمبو وراها وبيوصلوا للمكان جميل وبتظهر لها هناك السلحفة الضخمة اللي بتفضل تحكي لها عن والدتها وقد إيه كانت طيبة وجميلة بتكمل السلحفة كلامها وبتقول إن روح مامتها تبقى موجودة في الشجرة اللي في الغابة واللي إمبو بتحب تروحها على طول وكمان بتقول لها إن الجزر اللي هيوقف اللعنة موجود في الشجرة دي وإن الجزر ده لازم يتقطع بسلاح معين مصنوع من حجر الأمر وبتقول لها إنها لازم تروح وتدور على الحجر وكمان بتحذرها إنها لازم تجاهز هدية علشان حيوان الكسلان حارس حجر الأمر يوافق إنه هو يساعدها أما في الطريق فبيقول لها تيمون وبومبة إن حيوان الكسلان بيحب شجرة معينة فبياخدوها معاهم على العربية علشان تكون دي الهدية اللي قلت لها عليها السلحفة وبعد معاناة بيوصلوا أخيرا لحيوان الكسلان وهناك بيسألوه عن الحجر فبيشول لهم على مكان عالي جدا ولما بتقول لهم إنها مش هتقدر توصل لفوق كل ده وإن هو لازم يساعدها فبيرفض في البداية ولكنه لما بيشوف الشجرة اللي جابوها هدية بيطلع لها حجر الأمر مما كان جنبه كده وكمان بيصنعوا على شكل سلاح وده علشان تقدر تقطع به جزع الشجرة ويتخلص على اللعنة أما في نفس الوقت ده فبنشوف زومي بتوصل لأتك وكان معاه الرجل الشرير اللي بيخرج منه الأروح الشريرة وبيتكلم مع زومي وبيقولها إنه معاه علاج لولدها وإنه هو مستعده إنه يديها العلاج ده ولكن بشرط إنها تقوله على مكان الدهب اللي موجود في القبيلة وبتوافق زومي على شرط الشرير وفعلا بتاخده للقبيلة علشان تقوله على مكان الدهب ويعالج والدها وباقي المرضى اللي في القبيلة بتروح بعدها زومي لمكان الشجرة وهناك بتقابل إيمبو وبتحكي لها على الراجل اللي بيعالج والدها وباقي القبيلة معاهم ولما بتوصل إيمبو لهناك بتشوف الشرير فبتعرفه وبتسيبه وطبعا بتجري بنجري وراها بقى وبتجري وراها زومي وبتقول لها إيمبو إن الراجل ده يبقى السبب في اللعنة ولكن زومي برضو مش بتصدقها بيلاقي الشرير نظارة على الأرض فبيربسها ولكن فجأة بيتغير شكله وبيدخل عليه أتوك وبيعرف حقيقته وإن هو يبقى اللعنة الحقيقية فبيحاول الشرير إن هو يخلص عليه ولكن أتوك بيكون أقوى منه جدا وبيقدر إن هو يهرب من المكان بيروح الشرير لزومي وأبوها بعد ما اتكشف وبيقدر إن هو يسيطر عليهم بالسحر بتاعه وده علشان يعرف مكان الكنوز اللي موجودة في القبيلة بيروح أتوك بسرعة لإيمبو بعد معارف الحقيقة وبيعتزلها وبيقرر إن هو يساعدها علشان يوصلوا للجزر وبنشوفهم هما الاتنين وهم بيحطوا الحجر في الشجرة ولكن فجأة بتخرج مامتها من جوة الشجرة بتحضن والدتها جدا وبتقول إنها كانت مستنية اللحظة دي من زمان الزمان وبتسأل عن الرمح الدهبي فبيكون مع الأرواح المرشدة وبيقولوا إن هما صنعوه من فترة طويلة وما كانوش فاهمين هما أصلا بيصنعوا ليه ولكنهم دلوقتي فهموا بتاخد والدة إيمبو السهم وبتحط عليه التعويزة السرية وبتدي السهم الإيمبو وفي نفس الوقت ده بنشوف زومي وهي بتجمع كل أهل القبيلة وهي تحت تأثير سحر الشرير وبتقول لهم إن الشرير يبقى معاه علاج لكل الأمراض وكمان للعنة اللي في القبيلة وإن هما لازم ينفزوا كل اللي يطلبوا منهم بيروح الشرير وإصابته للغابة علشان ياخدوا الدهب ولكنه بيقابل أم إيمبو وبيطلع إن هما عارفين بعض أصلا وكمان بنتفاجئ لما بنعرف إن هو يبقى أبو إيمبو الحقيقي وهنا بتكمل أم إيمبو كلامها وبتقول إن أبوها ما كانش شخص من القبيلة وعلشان كده لعنة اليون كورونا قدرت إنها تسيطر عليه فبيغضب جدا من كلمها وبيتحول لوحش ضخم وبيختف زومي وبيحاول إن هو يهرب بيها ولكن إيمبو بتسيطر على خوفها منه وبتستخدم السهم السحري وبتدرب به الوحش وبتقدر إنها تخلص عليه وكمان بتنقذ زومي منه بيظهر بعدها شخص طيب وبيكون هو أبو إيمبو قبل ما اللعنة أصلا تسيطر عليه وبيلبس النظارة اللي كانت السبب إن أتوك يكتشف الشرير لما لبسها وهنا بتجتمع العيلة مع بعضها للمرة الأولى ولكنها للأسف بتكون برضو المرة الأخيرة لأننا بنعرف إن هما في الحقيقة يبقوا أرواح وإن هما لازم يسيبوها ويمشوا وبيتكلم أبو إيمبو مع أتوك وبيوصيه إن هو يهتم بإيمبو وياخد باله منها وبيمسك إيد سكته وبيختفه جوه الشجرة مرة تانية وبنشوف بعدها إيمبو وهي عايشة مع أتوك وزومي والأرواح المرشدة في سعادة تامة وبيخلص الفيلم على كده وبس كده لحد هنا بيخلص الفيلم بتاعنا اللي نتمنى إنه هو يكون عجبكم والحلقة بتاعتنا كمان عجبتكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم من هنا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام